مرحبا جيمي يعني اليوم إن شاء الله سنتعرف على الالبو جوينت مفصل المرفق هذا هو المفصل الرابع الذي سيتم تغطيته على هذه القناة وسيتم تقسيم هذه المحاضرة إلى جزئين ولكن لنتعرف أولا على ما هي محتويات هذه المحاضرة بشكل عام مثل ما نلاحظ سيكون لدي الـ type of the joint كما أعتدنا نوع هذا الجوينت نوع السينوفيال جوينت الموجود هنا وسنتعرف أيضا على الـ articulation على ما هي ارتباطات هذا الجوينت ما هي العظام التي تشترك في تكوين هذا الجوينت وسنتعرف أيضا على الجوينت كابسول ما هو محفظة هذا الجوينت وأيضا سنتعرف على الـ ligaments ما هي الأربطة الموجودة في هذا الجوينت وأيضا سنتعرف على الـ movements ما هي الحركات التي يسمح بها هذا المفصل وأيضا سنتعرف على muscles moving the elbow joint سنتعرف على ما هي الأضلات التي تساهم في حركة هذا الجوينت وأيضا سنتعرف على blood supply والـ innervation لهذا الجوينت أي ما هي الشرايين التي تزود هذا الجوينت بالدم وأيضا ما هي الأعصاب التي تزود هذا الجوينت بالـ innervation وأيضا سنتعرف على البرسي around the elbow joint ترجمة نانسي قنقر من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل في الجزء الأول من هذه المحاضرة سينكون لدي هذه الأيتمز type of the elbow joint articulation wear joint capsule نتابع مثل ما تلاحظون لدينا الـ elbow joint هذه عبارة عن صور مقتطفات عن الـ elbow joint سنتحدث عن هذه الـ structures التي نراها الآن بشكل تفصيل إن شاء الله خلال هذه المحاضرة أولا سنتطرق كما هو معتاد إلى الـ type of the elbow joint the elbow joint is a hinge type of synovial joint تعرفنا في المحاضرات السابقة عن الـ upper limb joints على عدد من الـ joints وتعرفنا على أنواع الـ type of synovial joint في محاضرات جنرال أنتومي والآن سنتعرف إن شاء الله بشكل عملي على جوينت آخر على نوع من الـ synovial joint الذي هو عبارة عن الـ hinge type of synovial joint وهو عبارة عن الـ elbow joint ستطرق بعد قليل كمراجعة مختصرة عن ما هو الـ hinge type of synovial joint ولكن هذه المعلومة الـ elbow joint located 2-3 cm inferior to the epicondials of the humerus هذه عبارة عن الـ epicondials of the humerus وهنا الـ elbow joint سيقع أسفل من الـ epicondials of the humerus بـ 2-3 cm أسفل من الـ epicondials أما الآن فسنأمل مراجعة بسيطة عن ما هو الـ hinge type of synovial joint مثلما تلاحظون hinge type of synovial joint هذه هي عبارة عن الـ flexion وهذه عبارة عن الـ extension flexion extension فقط لن يسمح بأي من الحركات الأخرى فهو أقل أنواع الـ joints من حيث عدد الحركات أو من حيث نوع الحركات movements that occur in one plane في plane واحد في مستوي واحد الحركة ستحصل في مستوي واحد فقط وهنا في هذه الحالة وعبارة عن sagittal plane هنا الحركة تحصل في sagittal plane around a single axis that runs transversely مثلما نلاحظ هذا عبارة عن transverse axis عبارة عن محور عرضي هذا هو عبارة عن محور عرضي أو horizontal axis فهذا هو عبارة عن horizontal axis يمر بالـ elbow joint فهنا حركة الـ elbow joint ستكون حول هذا المحور فهناك حركة حول محور واحد وهو horizontal horizontal أو transverse axis وتحصل هذه الحركة في plane واحد فقط وهو sagittal plane لذا هذا الجوينت سيكون uniaxial joint الآن ننتقل إلى articulations of the joint ما هي البونز التي تعمل articulation في هذا الجوينت هنا يتضح لدي أثنان ولكن في الحقيقة هم ثلاثة فلدي الـ radius والألنى والهيومرس هذه العظام الثلاثة تشترك في هذا السينوفيال جوينت أو في الـ elbow joint على غرار باقي المفاصل التي أخذناها مسبقا التي كان هناك عظمتين فقط فمثل ما نلاحظ the spool shaped trochlea and spheroidal capitulum of the humerus spool shaped تعني شكل البكرة أو شكل أسطواني أيضا تعطي البكرة شكلها أسطواني فهنا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن التركليا وهذا هو عبارة عن الكابتيولوم وتضرغنا للتركليا والكابتيولوم وتضرغنا للهيومرس وجميع إظام الأبرلم بشكل تفصيلي في محاضرات منفصلة لكل عظما كانت في بداية حديثنا عن الأبرلم فمثل ما نلاحظ هذه التركليا وهذا الكابتيولوم هنا التركليا تظهر من جهة الأمام ومن جهة الخلف anteriorly و posteriorly أما الكابتيولوم فيظهر فقط anteriorly والكابتيولوم سيكون شكله أشبه بالشكل الكروي مثل ما نلاحظ هنا شكل كروي أو لديه شكل كروي ليس كرة كاملة ولكن شكله بشكل عام يشبه الكرة مثل ما نلاحظ هذا من اللاترال هنا الكابتيولوم سيكون من جهة اللاترال anteriorly الكابتيولوم سيكون من جهة اللاترال فهو الكابتيولوم سيعمل articulation تركليا نوتش هنا أو الكابتيولوم سيعمل articulation مع الhead of the radius هنا الradius غير موجود ولكن سأتطرق له في الصورة قادمة ولكن ما يهمني أن الكابتيولوم يكون موجود على اللاترال يكون موجود على اللاترال ويتضح لدي فقط anteriorly فقط من جهة الأمام يكون من جهة اللاترال ومن جهة الأمام فقط من الهيوميروس والكابتيولوم يتمفصل مع الradius مع الhead of the radius أما بما يخص التروكليا التي تتمفصل مع الألنة فتتمفصل مع الألنة عن طريق التروكليار نوتش التروكليار نوتش هي عبارة عن نوتش موجودة في الألنة فهنا التروكليا ستكون ظاهرة لدي anteriorly و posteriorly anteriorly ستكون من جهة الميديال ستكون من جهة الميديال مثلا نلاحظ كملخص هذه المعلومة كلها في الهيوميروس لدي التروكليا التي ستكون ظاهرة فقط من ناحية البوستير سيكون فقط لدي التروكليا وتتضح أيضا التروكليا من جهة الأمام medially وتتمفصل التروكليا مع التروكليار نوتش في الألنة أما الكابيتيولام فهو الجزء من الهيوميروس الذي يكون موجود على جهة اللاترال من التروكليا ويكون موجود فقط انتيريري ظاهر فقط انتيريري ويتمفصل هو الجزء من الهيوميروس الذي يتمفصل مع الراديس أي أن الارتicular articulations of elbow joint سيكون لدي هيوميرا هيوميرو ألنر أي ما بين الهيوميروس والألنة وهيوميرو راديل أي ما بين الهيوميروس والرادية فهذه المصطلح هيوميرا ألنر أرتكوليشن وهيوميرا راديل أرتكوليشن بعض المصادر تفصل أساسا ما بين هذه تفصل الألبو جوينت إلى قسمين تقول هناك هيوميرو ألنر جوينت وهناك هيوميرا راديل جوينت تفصلهما إلى قسمين ولكن هنا نحن سندرس الألبو جوينت باعتباره جوينت واحد فقط يتمفصل أو مفصل واحد فقط يحصل ما بين ثلاث عظام هنا الarticular surfaces ستكون مغطاة بهيالين كارتلج في غضروف الزجاجي يسمى الغضروف الزجاجي في اللغة العربية هنا أيضا هذه الصورة أخرى مثل ما نلاحظ هنا هذا حينما مثلا أؤشر أضع دائرة مثلا لنفترض أنني أريد أن أضع دائرة حول هذا كله وأقول ما هذا الarticulation سنقول عبارة عن humoralner articulation أما حينما أضع الدائرة هنا مثلا على سبيل المثال لا أعتقد أنه سيكون امتحان في هذه الطريقة ولكن أنا مجرد أريد أن أصل للفكرة فهنا سيكون لدي humoral articulation هنا مثلا نلاحظ هذا هو الجزء من الradius الذي سيعمل articulation مع الcapitulum مثلا نلاحظ هذا هو الcapitulum مثلا ما قلت هو عبارة عن spherical shape وهنا أيضا هذا الradius أيضا في هذه النقطة سيكون إلى العكس أي أن هنا سيكون convex وهنا سيكون concave لكي يستقبل هذا الجزء من الhumors فهذا سيسمى الhead of the radius ومثلا ما قلت طرقت لهذا الشيء بشكل تفصيل في بداية حديثي عن الأبرلم في بداية سلسلة الأبرلم هذا أيضا من الخلف هنا هذا الhead of the radius سيتمفصل مع الcapitulum الجزء الاترال من الhumors هذه الhyaline cartilage المغطات بالhyaline cartilage are most fully congruent ماذا يعني congruent؟ يعني in contact يعني ستكون mostly fully in contact ستكون متصلة مع بعضها البعض بشكل إلى حد ما كامل أين أو متى when the forearm is in position midway between pronation and supination تعني هذا البosition هذا البosition الآن هذا supination هذا pronation هذا midway ما بين البرونation والسبination وأيضا and is flexed to a right angle ماذا يعني flexed to a right angle؟ بهذه الطريقة هذا الآن flexed to the right angle أين المعلومة؟ المعلومة حينما تكون الforearm بهذا البosition بهذه الوضعية فأن هذه الarticular surfaces ستكون بشكل شبه كامل ستكون بشكل شبه كامل متصلة مع بعضها البعض أي أنني مثلما تلاحظون في هذه الوضعية هنا الكثير مثلما تلاحظون الكثير من الarticular surface من الهيوميرس غير متصل مع الألنى وأيضا مثلما تلاحظون من جهة الخلف هنا سيكون لدي articular surface هذا الجزء كله تقريبا من الarticular surface غير متصل مع الألنى غير متصل مع الراديس أي أنه ليس بتمائس ليس in contact مع الراديس ولكن حينما أضع الforearm بهذه الوضعية فأغلب هذه الarticular surfaces من الألنى والراديس والهيوميرس تتصل مع بعضها البعض تكون باتصال أي بتلامس مع بعضها البعض كما هو ملاحظ ما تلاحظون هنا لو تلاحظون هذا الألنى أو تلاحظون أنه يغلف تقريبا يغلف يغلف التروكلية من الهيوميرس تقريبا بشكل شبه كامل وأيضا هنا الراديس لو تلاحظون الراديس هنا يزداد تزداد المساحة السطحية لاتصال الهيوميرس مع الراديس حينما تكون حينما تكون الفور أرم مدوي ما بين برونيشن والسبونيشن وتكون في الفلكست في هذا البوزيشن بالضبط ولكن الفلكست هذا أيضا وهذا أيضا حينما سمت فلكست ولكن حينما تعمل 90 درجة هنا يكون الكنتاكت ما بين هذه الأرتكولار سيرفيس بأكثر بأكثر مساحة ممكنة الآن ننتقل إلى الجوينت جوينت كبسول مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة الألبو جوينت وهذه بسيرفيو وهذه انتيرير فيو تطرقت في محاضرة الشلدور جوينت وقلت أن لديه جوينت كبسول ولديه ليجامنت الجوينت كبسول هي عبارة عن طبقة من الفايبرز هي عبارة عن تحوط الجوينت في بعض الأحيان بشكل كامل وفي بعض الأحيان بشكل شبو كامل له publication بعض المصادر تقول أن ليجامنت هي جزء من هذا الجوينت كبسول ولكن بعض المصادر تقول أن هناك جوينت كبسول وهناك facade ولكن ما تقوم به التي تأتي الله هي تقوية أي أن لديها turn كبسول لديها في هذه الحالة هنا في الألبو جوينت أنا سأذهب مع مور الذي يقول أن هناك جوينت كبسول وهناكatic التي تقوم بتقوية الجوينت كبسول فمثلما نلاحظ هذا الجويند كابسول في الألبو جويند ماذا يعني ذلك؟ أي أن هذا الجويند كابسول من الميديل واللاترال للهيوميرس فسيتصل بالمارجنز of articular surfaces نعود إلى الوراء بعض الشيء مثلما نلاحظ هنا في هذه النقطة هذا هو عبارة عن المارجن of articular surface هذا من جهة الأمام من التروكلية من جهة الميديل من التروكلية وهنا هذا المارجن هنا هذه المارجنز المقصودة هنا في هذه المعلومة هنا هذه النقاط هذه هي المارجنز هذه هي ميديل ولاترال مارجنز of articular surfaces ولكن ليس هذه النقطة الجويند كابسول لن يتصل في هذه النقاط مثل ما نلاحظ في مثل هذه الحالة في هذه النقطة لن يتصل في هذه المارجنز في هذه المارجنز وفي هذه المارجنز بعد قليل سنتطرق أكثر لنعلم إلى أين يصل هذا الجويند كابسول من ناحية الانتيرير والبوستيري من ناحية الميديل واللاترال سيكون على المارجنز of articular surfaces ولكن مثلما نلاحظ هنا يصل إلى أعلى من الارتكيلر سرفيس مثل ما تلاحظون أيضا مثل ما نلاحظ the joint capsule is weak anteriorly and posteriorly but is strengthened on each side by collateral ligaments هناك collateral ligaments التي هي الألنر والradial collateral ligaments تكون موجودة على الميديل وعلى اللاترال ستقوم بتقوية هذا الجويند وتمنع حركة الجويند إلى بهذه الطرق فمثل ما تلاحظون أن الألبو جويند لا يتحرك إلى اليمين واليسار لا يتحرك medially ولاترال يتحرك فقط anteriorly وبosteriorly بهذه الحالة فيعمل flexion و extension فسيكون بسبب هذه النقطة سيكون من جهة الانتيرير لن يكون هناك ligaments وسيكون الجويند كابسول weak إلى حد ما سيكون ضعيف anteriorly وبosteriorly إذا ما قرنا باللاترال والميدية الأسبكت من الجويند كابسول الآن سأعيد وأكمل هذه المعلومة anteriorly and posteriorly أي معلومة أخصد ستعلم anteriorly and posteriorly ماذا يعني ذلك؟ هنا يتحدث عن الجويند كابسول يقول أن الجويند كابسول من جهة الميديل ومن جهة اللاترال فهو يتصل بالmargins of articular surfaces ولكن مثل ما نلاحظ في هذه الصورة من جهة الأمام ومن جهة الخلف فهو سيتعدى سيتعدى الكورينويد والأولكرينان فوسة هذه عبارة عن الأولكرينان فوسة وهذه عبارة عن الكورينويد فوسة فهنا هذا الarticular capsule سيكمل طريقه ويتصل في هذه النقاط أي أنه سيتعدى هذه التو فوسة فوسة مفرد فوسة جمع فسيتعدى هذه الفوسة ويتصل في مكان proximal لهذه الفوسة أعيد المعلومة المعلومة كالآتي تقول أن الجويند كابسول من الميديل واللاترال فهو يتصل على المارجن of articular surfaces للألتركلية والكابتولر ولكن من جهة الأنترير ومن جهة البستيرير مثل ما نلاحظ أو هذه الصورة تكون أدق فالجويند كابسول سيكمل طريقه proximal أي سيصعد إلى الأعلى ليتصل في نقطة تكون proximal أو superior للcoronoid فوسة وأيضا يكمل طريقه لكي يصل إلى نقطة proximal للأولكرينان فوسة هذه هي المعلومة بشكل دقيق أيضا هذه توضح مثل ما نلاحظ هنا يتصل هذه ستكون هذه النقطة ستكون superior للcoronoid فوسة وهنا أيضا ستكون proximal أو superior للأولكرينان فوسة الآن ننتقل إلى السينوفيال منبرين كما نلاحظ مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السينوفيال منبرين هذا ما يغلفه السينوفيال منبرين هنا هذا الجويند كابسول والليجامنز قمنا بإزالة الجويند كابسول والليجامنز وتبقى لدي هنا فقط السينوفيال منبرين فكما هو ملاحظ هنا هذا السينوفيال منبرين يتصل في هذه النقاط جميعها من الأولنا والريديس والهيوميرس مثل ما نلاحظ هنا أيضا هذه الصورة توضح هذا هو عبارة عن السينوفيال منبرين أيضا سيصل إلى الانترا كابسولر ونن أرتيكولر بارتس أوف دهيوميرس ماذا يعني ذلك مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة بشكل دقيق هذا هو عبارة عن السينوفيال منبرين هنا السينوفيال منبرين سيقوم بتبطين سيبطن سيقوم بعمل لجويند كابسول من الداخل وهذا السينوفيال منبرين سيكون السينوفيال كافيتي أو الجويند كافيتي فهنا الجويند كافيتي سيكون هو عبارة عن الكافيتي ما بين السينوفيال منبرين والأرتكولر سيفيس فهنا في السينوفيال كافيتي الآن لو دخل كما تعرفنا في المحاضرة السابقة في الشولدر جويند لو دخل المايكروسكوبك عبد الرحمن في غواصته المايكروسكوبك ودخل في هذه النقاط فهنا سيسبح المايكروسكوبك عبد الرحمن بغواصته أيضا المايكروسكوبك فسيسبح في السينوفيال فلود والذي سيكون موجود في السينوفيال كافيتي والسينوفيال كافيتي هو نفسه الجويند كافيتي فهنا هذا السينوفيال كابيتي مثل ما تلاحظون هذا هو السينوفيال كابيتي فهنا المايكروسكوبك عبد الرحمن سيرى فقط من الداخل السينوفيال السينوفيال منبرين والحيالين ارتكولر سيرفيسز المغطى بالحيالين كارتلج كما هو الحال مثل ما تطرقت إلى الشولدر جوينت ولكن لم أستخدم في الشولدر جوينت مصطلح السينوفيال كابيتي كان يجب أن أستخدم مصطلح السينوفيال كابيتي ولكن هنا استخدمت هذا المصطلح وأشرت إليه بهذه الطريقة يكون قد تم تصحيح هذه النقطة فهنا هذا السينوفيال منبرين سيتصل بالمارجنز سيتصل بالمارجنز للأرتكولر سيرفيسز مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الألنى وهذا عبارة عن التروكلير نوت وهنا سيتصل هذا السينوفيال منبرين في المارجنز أوف أرتكولر سيرفيسز لجميع الأرتكولر سيرفيسز ولكن فيما يخص لهيوميرس باعتبار أن الجوينت كابيتي باعتبار أن الجوينت كابسول يصل إلى نقطة تكون بروكسيمال للكورينويد فوسا والألوكورينون فوسا فهنا سيضطر السينوفيال سيضطر السينوفيال منبرين بتبطين أيضا يقوم هنا أيضا يبطن هذه النقاط التي تكون عبارة عن هذه النقاط تسمى انترا كابسولر أي أنها داخل الكابسول تكون مغلفة بالكابسول ولكن تكون non-articular parts من الهيوميرس انترا كابسولر ولكن non-articular parts أي مثل ما نلاحظ هنا سيتم تخطية سيتم تخطية هذه الparts من الهيوميرس ويتم إبعادها عن مجال رؤية المايكروسكوبك عبد الرحمن في غواصته المايكروسكوبك أيضا التي تسبح في السينوفيال فلويد الذي يتم إفرازه السينوفيال فلويد يتم إفرازه من قبل السينوفيال منبرين وعبد المايكروسكوبك عبد الرحمن في السينوفيال كافيتي وتدقيق آخر على هذه المعلومة فهنا مثل ما نلاحظ هذا السينوفيال منبرين سيعمل رفلكشن ويعود لكي يغلف أو لكي يبطن هذا non-articular parts من الهيوميرس ويصل بالنهاية إلى margin of articular surface من الهيوميرس وهنا لن يقوم بتغليف الarticular surfaces الهيالين كارتلتو أيضا هذه صورة أخرى مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السينوفيال منبرين هنا لم يتم تطرق في مور للفات بادز وأنا أيضا لم أتطرق لها ولكن سأشير بعض الشيء هنا الفات بادز ماذا يعني بادز؟ هنا تعني أنها مثل الوسادة مثل الوسادة فأيضا تساهم في أو تعمل كشوك أبزوربر تعمل بامتصاص الصدمات أو لها protective لها protective function فهنا هذه الفات بادز مثل ما تلاحظون تكون موجودة هنا في هذه النقاط مثل ما تلاحظون تكون intra-capsular ولكن خارج السينوفيال cavity intra-capsular أي داخل الكابسول مثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن الجوينت كابسول ولكن تكون خارج تكون خارج السينوفيال cavity فهي خارج مجال رؤية الماكروسكوبك عبد الرحمن في مركبته الماكروسكوبك التي تسبح في السينوفيال fluid داخل السينوفيال cavity والتي لا يرى فيها غير السينوفيال membrane وال highland cartilage articular surfaces والسينوفيال fluid يتم إفرازه من السينوفيال membrane هنا أيضا هذه صورة أخرى مثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن السينوفيال membrane الذي يغلف الجوينت أو الذي يبطن الجوينت كابسول هذه صورة ليست واضحة ولكن هذه موجودة في أمور فأحببت أن تطلع عليها فقط أما الآن فسننطلق إلى المعلومة الأخرى هذا هو عبارة عن الراديو ألنر جوينت سيكون ما بين الراديس والألنر راديو ألنر جوينت وهنا سيحصل لدي هذه البرونيشن والسبينيشن تحصل بسبب هذا الجوينت لو لا وجود هذا الجوينت ليس هناك سوبينيشن والبرونيشن فهنا السينوفيال الممبرين بالنسبة للأربو جوينت سيكون متصل مع السينوفيال الممبرين بالنسبة للبروكسيمال راديو ألنر جوينت أي أنهما يملكان نفس السينوفي الممبرين وبالنهاية يملكان نفس الجوينت كافيتي ونفس السينوفي الكافيتي بهذه الطريقة وسنتطرق لهذا الشيء إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرة القادمة وإلى هنا انتهى لدي الجزء الأول من محاضرة الألبو جوينت وقد تم تغطية هذه الأيتمز في هذا الجزء وإن شاء الله في الجزء القادم سيتم تغطية هذه الأيتمز نلتقى إن شاء الله في الجزء الثاني من محاضرة الالبو جوينت إلى اللقاء